ليه كأس العالم؟ وش معنى كأس العالم اللي كتبت عنه؟ كان ممكن تكتب عن الكورة بشكل عام كان ممكن تكتب عن تاريخ الكورة ليه كأس العالم وليه المونديال تحديدا؟ لا الحقيقة طبعاً الكأس العالم هو قمة الهرم بالنسبة للكرة القدم اللي هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم كله طبعاً بالإضافة إلى ذلك طبعاً فيه هوس وحمى بالنسبة للمونديال والبطولات المختلفة يعني احنا قربنا على 100 سنة دلوقتي احنا مباريات المونديال بتقام 1930 لغاية دلوقتي 22 يعني قربنا على 100 سنة بالإضافة لذلك ما فيش حد يقدر يقول أنه في بطولة في العالم بيشهدها هذه المليارات من البشر أكتر من كأس العالم بالإضافة إلى اهتمامي الشخصي أنا اهتمامي أنا بكتب في حاجات كتير ومنها كتب كرة القدم وأدب كرة القدم اللي هو فرع شوية مش مستخدم كتير أو في العالم العربي هو كان من أمريكا الجالوبية بالذات إنما اهتمام جزء من اهتماماتي الجانب الرياضي ده فالموسوع دي كان فيه نقص شديد ومازال كان فيه نقص واضح فيه تاريخ وتأريخ دقيق لكرة القدم في العالم نقط الأسماء الأجنبية كتابة التفاصيل الدقيقة اهتمام بأنه مش بس تبقى طرائف وعجائب لأنه البعض كتب عن كاس العالم قبل كده كنوع من الطرائف والعجائب بيش التاريخ ايوه الطرائف والعجائب دي حاجة لطيفة طبعا ومهمة وبتلفت النظر عن كل كورة طبعا ومسلية وكل حاجة طبعا إنما مهم جدا أن احنا نعرف إيه اللي حصل في كواليس قبل البطولة وأثناءها والنتايج اللي بعد كده صحيح ذكرت لعبين مهمين جدا في تاريخ الكرة العالمية واختيار حضرتك للعبين دول كان بناء عن إيه يعني طبعا فيه لعيبة كتير مشاهير بس حضرتك اخترت أو ركزت على لعيبة معينين اختيارك للعيبة دول تحديدا كان ليه حقيقة فيه عدد من اللعبين على مدى تاريخ كورة القدم وخصوصا المونديال يعني عملوا اسم ومجد شخصي رهيب وبعضهم كان أبطال بعضهم كانوا ضحايا لكن الأبطال خلينا نتكلم عنهم أنه بعضهم تمكن أنه يقود منتخب بلاده ليه الفوز باللقب لأكتر مرة زي ما حصل مع بليه الجوهرة السوداء البرازيلي اللي تمكن من أنه يقود البرازيل تلات مرات للفوز باللقب وكان أصغى اللاعب يسجل فيه كأس العالم لكورة القدم في البطولات بطولة كأس العالم بالإضافة إلى ذلك أنه كان مشهور بفريق يعني عظيم كان فيه جارنيشيا وجارينشيا وفيه كالوس ألبيرتو وفيه ريفيلينو وفيه مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين للغاية هو كان يعني الكرزة اللي فوق التورطة من نسبة للفريق ده وتمكن بالفعل أنه يصنع مجد لنفسه وللبرازيل في تلك مرحلة أيضا نفس الشيء في لعبين زي مارادونا ديجو أرماندو مارادونا ده هو اللي جاب جون بإيده ودي كانت حكاية طبعا عالمية شهيرة جدا يعني بتضرب بيها المثل صحيح في 1986 يمكن أن نقول أن دي بطولة مارادونا الحقيقة اللعب الفرد عادة هي لعبة جماعية أنما اللعب الفرد ظهر بقوة في 86 ديجو لما تبكر مارادونا أنه كان بيترائب ب3 و4 لعبين من الفرق والمتخبات المنافسة وكان بيقدر أنه يمرر يسجل وكان قادر على أن يقود فريقه حتى في المباراة المشهورة اللي حضرتك أشرت لها ديجو قدام إنجلترا اللي فازت فيها الأرجنتين 2 واحد هو لسجل الهدفين الهدف الأول اللي هو بيده كان فيه الحكم التونسي علي بن ناصر كان الحكم ما شافش الحركة دي وهو بعد كده بررها أنه مارادونا قال إن دي يد إلهية اللي سجلت بها الهدف دي يعني كان نوع من التبرير والهدف الثاني هو الأروع في تاريخ كورت القدم والمونديال اللي هو روغ فيه سبع لعبين عد فيهم كما ذكرت التقارير أيامها 68 متر من قبل منتصف الملعب لغاية لما عد حالس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون وسجل هدف تاريخي وأسطوري لغاية دلوقتي الناس بيرمزولوا أنه أفضل هدف في تاريخ المونديال حدتك ذكرت في كتابك 19 لاعب قدروا أنه هم يفوزوا بكأس العالم لبلاد غير ما سقط رأسهم ده حصل إزاي؟ ده صحيح لأنه فيه بطولات كتيرة وبالذات بطولة 1934 دي حصل فيها تغييرات لأنه في 34 و38 حصل فيها تغييرات كتير خصوصاً إن كانت بوادر ونظر الحرب العالمية التانية فكان مثلاً على سبيل المثال الجماعة الألمان تمكنوا من أنهم ضم الأنشلوس اللي هم النمسا وسيطروا على النمسا واحتلوها فعملوا إيه؟ ضموا لعبي النمسا سبعة من لعبي منتخب النمسا وضموهم لمنتخب ألمانيا والنمسا اللي كانت مفروضة أنها تشارك في البطولة ما شاركتش طبعاً لأنه تم احتلالها فأصبح منتخب ألمانيا مدعم بلاعبين نمساويين لكن بلعبوا باسم ألمانيا كذلك نفس الشيء منتخب إيطاليا اللي فاز ببطولتين 34 و38 عمل نفس الحركة دي مع لعب الأرجنتين بذات الأوريوندي بيسمون الأوريوندي دورة مجموعة كبيرة جداً من لعب الأرجنتين للفاء اللي وصلوا للمبارة النهائية بتاعة 30 أمام أورجوي جات إيطاليا ضمتهم لها وأخدتهم ولعبوا باسم إيطاليا في 34 و38 وتمكنوا أيضاً أنهم يدعموا فريق إيطاليا عشان يفوز بالبطولتين رغم أنهم طبعاً بطبيعة الحال كان الفريق كويس وكان بنيت موسوليني ديكتور إيطاليا في تلك المرحلة كان بيقول لهم يا إما الصمت الفوز يا إما الصمت يعني الصمته كان بيشاور لهم أنه لو ما فوزتوش ممكن تموتوا عشان كده حارس مرم المجر لما خسروا أمام إيطاليا في النهائي 34 قال ربما يكون خسرنا لكن أنقصنا حياة 11 لعباً